مرحبا بكم من ملعب البومبونيرا في بوانيس عيرس العاصمة الارجنطينية احد اخطر الملعب اللاتينية ملعب احلى المواعد الكوروية مشاهدين متابعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم نهار الفل للناس الكل انا رأو في خليف وحييكم من خلال التعليق على مباراة اليوم هذا من الهيجان وسط الجمهور مع دخول اللاعبين الى ارضية الميدان تركيز كبير عن وشوه اللاعبين يترجم اهمية المباراة ها هو تشكيل مباراة اليوم ها هو تشكيل مباراة اليوم ها هو تشكيل مباراة اليوم ها هي البداية ايضا يحاول فك دباعات المنافس ويليان من سيستلم هذه التمريرات التولية يحاول ان العباب بينيها يلعبوها للامام ارضية ارضية مارتشيلو فرناندينو يقرر لعب كرة نحو خط الوسط كرة تولية الى الجناح يوزحها وكرة ملعوبة الى الامام بسرعة كازيميرو يلعب كرة الى الامام عند وسط الملعب كرة تولية الى الامام كرة تولية في المساحة الخالية يستعيدها جواو ميراندا يستخلص الكرة بنجاح جواو ميراندا يحاول تمريرها عبر الدفاع والكرة الى خارج المنطقة جواو ميراندا لا يسمح بالمرور يحاول فك دفاعات المنافس تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة قد تبدو الكرة سهلة لكن العواقب كانت ستأتي وخيمة اذا لم يتدخل الدفاع في هذه اللقطة يحاول لعب كرة بينيها غدارة يلعب كرة تولية اعتراض في وقت مثالي كانت الخطورة تزداد بشكل كبير يلعبها بينيها عرضية يرسل عرضية عرضية الضغط متواصل للحزول على الركنية والركنية سيلعبها المتخصص فليبي كوتينو محاولة يتسدلها الدفاع وكرة ملعوبة الى الامام بسرعة كازاميرو احسن بالتعرك الى الكرة البينية لكن لم يتمكن من تزديدها وتخرج الكرة الى الرمية التماس ويلعب العرضية عرضية من الخلف قليلا وفرصة جيدة والكرة للمنطقة الامامية توسيعها للرواح ويعود بالكرة الى الوراء يلعب كرة بينيها وهذه الكرة ويل واللعب متسلل والحارس ينعبها بعيدا عن مرمعه يحاول تمريرها عبر الدفاع انقذ الحارس للكرة بسرعة جيدة وايقاف ممتاز للكرة تتلب القيام بذلك لدفع المظل برأي انه اثر براعة كبيرة لعبة هواية برأسية مثالية وصل الى طريق الكرة وقد يسيطر عليها يحاول فك دفاعات المنافس تلاحم قوي هذه هي لقاتات الحماس والجمال هذه هي كرة القدم في كل الدلال وهكذا تسبح رمي التماس يبحث عن زميله قطع في الوقت المناسب احس بقوة التهديد ووصل للكرة كرة تولية الى الامام يلعبها بينيها ارضية كرة تولية الى الامام كرة تولية من الحارس كرة تولية الى الامام يلعبها تولية البرازيل وتجنب العقاب بسبب اللمسة السيئة من اللاعب الخسم مارتشيلو يلعبها تولية كازاميرو فليبي كوتينو يحاول لعب كرة بينيها غدارة ضغط قوي وينجح في استعادتها يلعب كرة بينيها كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره يحاول تمريرها عبر الدفاع كرة غير عادية وغول والهدف في الوقت بدل الضايع من الشوت الاول عجبتني كثيرا لمسة الهدف ولكن عجبتني وبصورة اكبر التمرير التي ادت الى الهدف كانت رائعة تنطلق الصافراء لأعلان نهاية الشوت الأول بالنظر لمستوى المنافس ليس هناك من يملك تضغط بأكثر قوة بالشوت الثاني وهو الفارق الضئيل هدف لصفر بين الفريقين البرازيل هو صاحب قراره إما يسجل هدف ثاني ويؤمن مشواره أو يحاول امتساس حماس اللاعبين بعد استراحة الشوتين وفي رأي مشاهدنا الكرام أن المنافس سيكون خطير لو تراجع الفريق الى الوراء في محاولة للاكتفاء بهذه النتيجة والحارس يلعبها بعيدا عن مرمعه اليوم كل المناطق مغفولة لا يمكن أن تمر الكورة من سيستلم هذه التمريرات التولية لم يحالفه الحذف الكورة البينية ها هو نيمار كورة تونية الى الامام يحاول فك تفاعد المنافس يحاول ان الرعب بينيها يحاول لعب كورة بينيها غدانا اللاعب يستلم الكورة والان الكورة ملعوبة للامام البرازيل يسجل قبل الذهاب لغرفة تبديل الملابس البرازيل يتقدم بأدف نظيف أعدت الكورة وباش يسجلوها والحارس موجود للامساك بالكورة والكورة منعوبة للامام يلعبها بينيها أرضية ها هو مارتسيلو على التحركات عند مقعد البدلاء أظن أنهم سيجرون التبديلا قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية يلعب كورة بينيها يفعل الدفاع ما في الإمكان ويبعدها إلى بر الامام تانيلو الكورة للامام يوزع على القائم الثاني جول 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 هدف عكسي وسبب العرج والقلقة ستتأثر معنوية الفريق كثيراً بعد دخول الكورة في مرميهم بهذا الخطأ الغريب يحاول تمريره عبر الدفاع هل يمكنه تسجيل الهدف؟ جول جول يتفوقون بفرق ثلاث عادات وقد تكون هذه نتيجة كافية للفاوز بمجرد أن يرتكبوا الخطأ في وسط الملعب لم يكن لديهم الوقت الكافي لرد الفاعل قبل أن تدخل الكورة إلى الشباك إن أوتلس يجب أن يتعلمه الجميع أظن أن هذا التغيير نجح للغاية نستمر المباراة والنتيجة الآن هي ثلاثة السفر تمركز جيد والدفاع يستميد لمنع الخطورة وقطع الكورة ويجرون الآن آخر تبديل لهم لم يحالفه الحذف الكورة البينية يمنع الخطورة ويقطع الكورة كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان العرضية ولكنها ثائعة نحاول أن الرعبة بينية تياغو سيلفا يتسبب في خطأ مؤكد والتسديدة كان في موقع الشيد حقا كان في موقع راية أمام المرمى وتوقعنا جميعا أن يسجل من هذه المسافة لكنه أذى بصورة غريبة تلعب الكورة ناحية اليمين اعتراض رائع منع الندم وجنب الألم يلعبها بينية أرضية مرت الكورة راية التسلل ليست مرفوعة كانت الفكرة جميلة ولكن التنفيذة كان سيئا ليس بيديهم شيئا هنا كانت هاجمة مرتدة سريعة ومن السعب على الدفاع التعامل مع وجوب مرتد بيدي الزرعة كازيميرو يلعب كورة تولية للمنطقة الأمامية يحاول فك دفاعات المنافس يلعبها تولية يلعبها للأمام يحاول لعب كورة بينية غدارة رأسية ميزانية يمتلك نحو الخط الأمامي يلعب كورة بينية كازيميرو كازيميرو والكورة الأرضية كانت التوزيعة غير دقيقة بالمرة توزيعة إلى الأمام زغط قوي وينجح في استعادتها يلعبها بينية أرضية لديه فرصة جيدة يريد التزديد ويسدد وتذهب الكورة إلى خارج المرمى أربع دقائق هي الوقت المحتسبة للثايع يحاول تمريرها عبر الدفاع تمكن من تمريرها إلى دوغلاس ويضح في المرمى ويضح في المرمى ويضح في المرمى الثامن الفاوز الآن لكن السؤال هو كم سيكون فرق الأعداف قام بعمل رائع بالسيطرة على الكونة استجل هاتفاين في هذه المباراة وأصبح في طريقي للتلجير الترك فردوا سيطرة كاملة على هذه المباراة الآن ويطفق الحكم صافرة نهاية المباراة نجح الفريق في تحقيق الانتصار في هذا المشوار للتقدم إلى قادم الأدوار بكل تأكيد بأن الفريق تأهل